وفي موضوع الناخر كدى وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني أمس الخميس بولاية تلمسان أن التحكم في مدخلات شعبة تربية المائيات سيسمح بتحقيق 14 ألف طن من المنتجات على المستوى الوطني خلال سنة 2024 وأوضح بداني في تصريح للصحافة على هامش تفقده لميناء سيدنا سوشا عبي تلمسان في إطار زيارة عملا إلى الولاية أكد أن التحكم في مدخلات هذه الشعبة يكون بإنتاج صغار الأسماك وأعلافها بوطن وتقلص فترة استرادها مشيرا إلى أنه يجري بولاية الامسان تجسيد مشروعا من طرف المؤسسات الخاصة أو المؤسسة الخاصة مدار لإنتاج صغار الأسماك وأعلافها والذي سيسمح بإنتاج 20 مليون وحدة من صغار الأسماك إضافة إلى الأعلاف